لم يكن العراق يعرف المخدرات قبل عام 2003 لكن بعد الاحتلال الأمريكي وتعظم النفوذ الإيراني تغيرت مجريات الأمور ودخلت على المجتمع العراقي ضمن مخططات تهران الممنهج لتخريبه وإفساده عادة لم يكن يعرفها من قبل ومن بينها المخدرات حيث سجرت حالات الإدمان والاتجار بهذه المادة أرقاما مخيفة ليتحول العراق إلى ممر لها ثم إلى مستهلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ألمح دون أن يصرح إلى مشاركة ميليشيا حزب الله اللبناني في تهريب المخدرات إلى العراق بالقول أن المخدرات يتم نقلها من الأرجنتين إلى بلدة عرسالة لبنانية التي يسيطر عليه الحزب لتنتقل بعد ذلك إلى سوريا وصولا إلى العراق اليوم في المخدرات مثلا التي هي ظاهرة كبيرة تحاول أن تمتد تأتي من الأرجنتين إلى عرسال تنتقل عبر سوريا تدخل العراق وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات ويتم استغلال الشباب وكسب أموال هائلة على حساب حقيقة هذه القضايا مراقبون اعتبروا تصريحات عبد المهدي محاولة لتبريئة ساحة إيران وإبعادها عن دائرة الاتهام من خلال تغيير الوجهة التي تأتي منها عمليات التهريب على الرغم من التأكيدات الصادرة من أكثر من مصدر رسمي في العراق تشير بوضوح إلى الدور الإيراني تصريحات عبد المهدي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل والتي ذكرت بتصريحات سابقة لقائد عمليات البصر رشيد فليح اعترف بها صراحة بأن 80% من المخدرات التي تدخل المحافظة مصدرها إيران أعلن ناوة بكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي قال إن أكثر من ثمانية ألاف شخص تم توقيفهم ما بين متعاط وتاجر ليضاف هذا إلى ما كشفته مصادر برلمانية عن ارتفاع تعاطي المخدرات إلى نحو 46% مبينة أن هناك ما فيها تديرها شخصيات ومسؤولون في الدولة تقرير الأمم المتحدة كان قد ذكر في وقت سابق أن من بين كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر وثلاثين سنة يدمن ثلاثة شباب وأضاف أن من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى واحد مادة مخدرة وعز التقرير انتشار هذه الظاهرة إلى عمليات الفساد الذي يقود للإفلات من العقوبة كون أغلب التجار مدعومين من جهات وأحزاب تتحكم بمؤسسات الدولة واستخدمون وسائل شتى للتربح عبر إدخال تلك السموم التي تفتك بالشباب العراقي فضلا عن قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق وضعف القانون الذي يعالج أصل هذه الآفة